السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعزائي مشاهدي قناة الاهلي في كل مكان معاكم النهاردة وما زلنا من خلال قناة النادي الاهلي بنحتفل بمرور 111 عام على إنشاء النادي الاهلي فكرة كانت جميلة من عمر باشا أو عمر بي لطفي في إنشاء هذا النادي الكبير واللي مازال ما شاء الله منذ تأسيس هذا النادي وإحنا بنحصد البطولات ودائما في المقدمة في الحقيقة أنا واحد من أولاد النادي الاهلي اللي ممكن دخلت النادي الاهلي وأنا عندي 13 سنة كنت دايما بقى لعب كرة يعني الشيء طبيعي جدا أنك تلعب كرة في نادي كبير نادي مشهور عندك كيانات كبيرة بتتمنى تبقى زيها يا كابتن محمود الخطيب كابتن مصفى عبدو كابتن طهر أبو زيد كابتن حسام حسن في الوقت اللي أنا ممكن كنت فيه كان نفسي يبقى واحد من ضمن النازل لكن دايما كان السؤال بالنسبة لي أو الناس كمان بقى ده كده ما كبرته بيسألوني يعني ايه اهلي قلت لهم تعرف يعني ايه اهلي قلت لهم اه يعني حاجات كتير جدا ممكن نقدر نقولها ولكن انا وانا داخل هنا في الحلقة النهاردة قلت أو كتبت بعض الكلام عن الاهلي ويه يعني ايه اهلي الاهلي يعني حياة الاهلي يعني تاريخ الاهلي مشوار طويل مع الدهب ومنصات التتويج الاهلي يعني مبادئ وقيم واخلاقيات الاخلاقيات دي تتورصها الاهلي يعني مواقف وطنية وقلعة رياضية الاهلي يعني اللمة الحلوة في الجزيرة طبعا كل النجوم عارفين يعني ايه اللمة الحلوة في الجزيرة الاهلي يعني ملعب التتش وبرج القاهرة الاهلي يعني نادي القرن ومحطم الارقام القياسية الاهلي يعني نجوم ورموز ابهروا العالم كله عبر كل العصور الاهلي يعني اجيال بتسلم بعض الأهلي يعني الكورة وحلوتها وأهدفها وإثارتها الأهلي يعني نجوم في كل الألعاب الأهلي يعني دولاب بطولات مش موجود في أي نادي تاني الأهلي يعني النصر الطاير في الهوى فأراض بجناحاته على كل ولاده الأهلي فخر بلاده في 111 سنة تاريخ كل سنة والأهلي طيب ودايما متقلق ومنور مصر كلها نسيت أقول لكم أن الأهلي بجمهوره أيضا الكبير عاشق هذا الكيان ما جاش في بال أي حد في الدنيا كلها أن احنا منذ التأسيس لغاية دلوقتي يبقى حجم البطولات اللي احنا وصلنا له بالمنظر ده لكن دايما بنقول هو ده النادي الأهلي وبما أن مجلس ذات النادي الأهلي وكابت محمود الخطيب اختاروا سلوجن أو كلمة ابتدوا بيها الحملة الانتخابية وما زالوا طبعا من خلال تنفيذ هذه أو تنفيذ هذا البرنامج بشكل كبير هو تاريخ مبادئ تطوير هو ده ما احنا ماشيين عليه وهنفضل ماشيين عليه في حتة كل تاريخنا موجود مبادئنا موجودة وتطويرنا مازال ماشي ومستمر من خلال هذا الكيان العظيم اللي احنا عايزينه يبقى في حتة تانية خالص واعتقد ان احنا ماشيين على الضرب الصحيح levantها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة